ليس مجرد حدث عابر الحديث عن خطورة فوضى البحر الأحمر على مشارف باب المنذب الذي يعد موقعاً ستراتيجياً تستنفر من أجله القوى الدولية بأساطيلها فهو همزة الوصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي ما يجعله منتذاً عالمياً ومقراً مركزياً لقواعد عسكرية تراقب الترتيبات البحرية عن كثب ومن هنا فإن الحضور الإيراني والأمريكي والأوروبي بثقل المدمرات العسكرية يؤكد حالة الطوارئ التي تدق أجراسها الدول التجارية الكبرى وتحديداً إسرائيل لما تضررت به من هجمات الحوثيين ضد سفنها والمرتبطة بها في الساعات الأخيرة سحقت مدمرة غريفل الأمريكية في حدث لأول مرة من نوعه زوارق يمنية بطواقمها بعد إطلاقها صواريخ على سفينة بريطانية ومع حالة الإصرار اليمني على استهداف ما يحسب على إسرائيل في البحر تستمر حالة التوتر لدخول لعبين جدد في البحر وأهمهم نظر مواجهة شارسة بين أمريكا وإيران يحسب على هذا التطور الخطير كذلك مخاوف عملية من اتخاذ الغرب خطة مستفزة لفصائل مسلحة في المنطقة تدشن من خلالها تضييقاً على حرية الملاحة لسفن أذرع إيران على المدى البعيد حتى وإن انتهت الحرب في القطاع إلا أنه احتمال ليس بالقريب سيما مع حديث صحيفة واشنطن بوست عن حرص أمريكا على الرد بهجمات محدودة للطاق كي لا تتسع رقعة الغضب إلى حرب شارسة اشتركوا في القناة